سلام عليكم واسعد الله وقاتكم بكل خير وصحة وسلامة ويوم سعيد على الجميع وتقبل الله طاعتكم هياكم الله معاي في حلقة جديدة من حلقات غربان في رمضان واللي كل يوم اتكلم فيه عن سيارة خلال شهر رمضان وسيارتنا اليوم من الشركة العريقة ليكسس فخر الصناعة اليابانية واللي اثبتت جدارتها في ثلاثين سنة لا زالت شباب وصارت تنافس شركات صارها اكثر من مية سنة ونتكلم اليوم عن سيارتهم الجديدة الان اكس او اللي تحب تسميها ليكسس النمبل كروس اوفر او سيارة الكروس اوفر الذكية شنو الاجيال اللي مرت عليها هالسيارة وشنو التغييرات الكبيرة اللي صارت عليها لدرجة اني اشوفها واحدة من اهم سيارات ليكسس وقبل ما ندخل في حلقتنا احب اشكر الشركات اللي كانت معانا في هالموسم واكيد الرعاة اعذروني شوي خلص العطر واللي من زون سنت وصراحة عندهم باتك فلب خرافي بخور يبخر لك البيت على مدار اليوم ما يحتاج انك تشغل جمر وتبهذل عمرك هذا جدا ممتاز ومريح وسهل وتحطه وين ما تبيه ويعطلك البيت بكل اريحية وموجدين في الكويت وموجدين في قطر وفي الامارات واعتقد ان سيكونون قريبا في السعودية ان شاء الله لو بنرجع الماضي الان اكس ماهو بعيد يعني من قبل عشر سنوات تقريبا في الالفين واربعتاش نزلت السيارة الجديدة واللي فاجأت الكل اللي تعودوا على سيارة الار اكس واللي كسر الدنيا واللي صار حجمه اكبر ومواصفاته اكثر واكيد ان سعرها صار اعلى فكرة الاكسس انها تنزل فئة جديدة طبعا فيه اليو اكس اللي يعتبر صغير فراح يكون الان اكس بين اليو اكس اللي تعتبر سيارة يعني قريبة شوي للسيدان الصالوم او الهاتشباك اكثر والار اكس اللي بيكون سيارة اكبر هذه جاية في الوسط او في الاحسن مكان لما انطلعت في الالفين واربعتاش كان في قبول الى حد ما لان الناس متعودة على الار اكس ومتعودة على ال جي اكس ومتعودة على الالكس السيارات الكبيرة والفخمة واللي حقت يعني عوائل ومن هالأمور السيارة هذه جذبت جيل جديد جذبت الشباب الجديد اللي في الجامعات اللي توهم خريجين اللي توهم متوظفين اللي شغالين في الدبلوما اللي يعني جيل العشرينات خلتهم يفكرون في سيارات الليكسس اللي هي الان اكس وبعد تقريبا ثمان سنوات او بالتحديد في الالفين وواحد وعشرين غيرت السيارة هذه كليا الجيل الاول كان مبنية على شاسيه اللي تسميه تويوتا الام سي بلاتفورب اكس واللي عليه سيارات كثير من تويوتا او من الليكسس فرح نشوف ان السيارة صارت اطول واعرض واشرح واوسع وافخم ومتغيرة من كل النواحي فابيكم اتروقون واذا انتم تشوفوا الحلقة هذه بعد الافطار تاخذ قهوتك وتروق لاني اتوقع بعد الحلقة هذه يمكنك تمر على الساير ولا تمر عبد الرطيف جميل ولا احد وكلاء لكسس في الخليج اول شي يجدبناك عشاق للسيارات او للاشخاص العاديين اللي يبغى يشتري سيارة فخمة وممتازة يبغى شكلها يكون حلو لذلك نشوف شكل الان اكس الليكسس الجديد خرافي فعلا صار شكلها مختلف كليا عن الجيل السابق لو شوف مقدمة السيارة تعطيك ايحاء جميل التصاميم اليابانية ورح نشوف ان كل شي في واجهة السيارة وفي مقدمة السيارة ثلاث الابعاد عندك الشبكة الامامي ثلاث الابعاد عندك الاضاءة اللي صارت انحف ولكنها اجمل وتقدر تاخذ عليها الاضاءة اللي بتكون من الليكسس اللي هي ثلاث عدسات واللي متعودين على فئات الليكسس او سيارات الليكسس دائما يحبون الاضاءة هذه ورح نشوف عندك انواع من السيارة هذه ممكن تاخذها كروم ممكن تاخذها اذا كانت الاف سبورت يكون كل شي اسود لو بتمر على جوانب السيارة رح تشوف ان السيارة فعلا صارت اكبر لدرجة ان في كثير من الناس يقول هل هذا الان اكس ولا الار اكس من كثر ما ان السيارة صارت اكبر واجمل واحلى وتصميمها تصميم سيارة فخمة جدا لو تجي لخلفية السيارة نفس الشي رح تشوف السيجنيتشر او حركة الليكسس الجديدة في خلفية السيارة اللي تكون فيها الاضاءة متصلة ورح نشوف الال اللي هو من الليكسس في اغلب مناطق تصميم الخارجي الرنقات الجنوط اشتغلت فيها الليكسس بعناية بحيث انها تطلع لك سيارة مثل ما يقولون وفعلا صارت السيارة جميلة 360 درجة انا اتفق مع بعض الاشخاص وانا اول واحد الان اكس الجيل الاول كان واضح انها تعتبر سيارة entry level او سيارة تعتبر حقه الناس اللي توه يشتري سيارة الليكسس او اللي عنده شوية دراهم يبغي يشتري السيارة هذه وفرت التيوتا او وفرت الليكسس في صناعة السيارة هذه بحيث انها يكون سعرها منطقي ويمكنها تجرب السوق غالبا بعض الشركات تحاول تنزل الموديل وتجرب وتجس نبض السوق اذا عجبهم تشوف الجيل الثاني اللي تبهرك فيه تحط فيه كل قوتها وهذا اللي سوت الليكسس في الجيل الثاني من ال NX لو تفتح الباب وتدخل في ال NX الجديدة رح تتفاجأ كمية فخامة ما كنت تشوفها في الجيل الاول من ال NX لا من ناحية جودة الكراسي لا من ناحية جودة الطابلون والداشبورد والعددات والشاشة اللي في الوسط والكنسول اللي في الوسط كل الأمور هذه نقلتها الليكسس من مستوى إلى مستوى أعلى يعني تقول لك انت بتدفع دراهم في سيارة فخمة فاحنا رح نعطيك سيارة فخمة مثل ما تتوقعها من الليكسس ورمت عليها تكنولوجيا كثير ما كانت تحطها أصلا في الجيل الاول رح تشوفها في الجيل الثاني واللي رح تكلم عنها بعد شوي فنشوف تصميم السيارة في الكنسول اللي في الوسط يعطيك الطابع الرياض رح تشوف عصى الجير التقليدية وهذا اللي افتقدنا في بعض السيارات لازال في الليكسس موجود عندك العصى إذا بتحس بالقيادة الرياضية بتكون موجودة عندك وحتى المحركات صار في محركات جديدة واللي رح تخليها أقوى من الجيل السابق رح نشوف لأول مرة الشاشة اللي موجودة في السيارة أو شاشة الساق اللي بتكون 7 إنش بتكون ديجيتل ورح يكون عندك خيار الهدب ديسبلي أو البروجيكتر اللي بيكون تقريبا 10 إنش هذه واحدة من الشغلات الجديدة اللي اضافتها الليكسس عشان تحسسك فعلا بالفخامة وأن مستوى السيارة صار أعلى لو تجي في الكنسول اللي في الوسط رح يكون عندك نوعين من الشاشات أو مقاسين اللي 9.8 إنش أو الأكبر واللي صارت فعلا عملاقة اللي بتكون الأربعة عشر شاشة كبيرة وتوتش ورمت فيها كل التكنولوجيا اللي أنت تحتاجها اليوم سواء أبل كار بلاي لأندرويد أوتو اللي بتكون ويرلس رح تكون فيها خدمات جوجل موجودة السيارة رح تقرأ من الشاشة هذه الطريق وشغلات كثير رح نتكلم فيها بعد شوي حتى في توفير الطاقة وهي اعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا اللي موجودة في الشاشة هذه نجي عاد للمحركات واللي رمت فيها الليكسس كل التكنولوجيا اللي أنت تحتاجها تبي محرك التقليدي تبي محرك الهايبرد تبي البلاغن هايبرد التيربو بدون تيربو كل المحركات بتكون موجودة على هالسيارة رح نشوف الانيكس 250 من المسمى رح تاخذ المحرك الأربعة سيلندر ال 2500 سيسي بدون لا تيربو ولا هايبرد ولا شيء هالمحرك بيعطيك تقريبا 25 حصان 249 نيوتن متر العزم بيكون مربوط مع غير ثمان سرعات لو تطلع للفئة الأعلى اللي بتكون 350 رح يكون 2400 سيسي الأربعة سيلندر ولكنه بيكون تيربو رح يعطيك 279 حصان تقريبا 430 نيوتن متر العزم القفزة من ال 6 سيلندر إلى الأربعة سيلندر التيربو كبيرة جدا خصوصا في التورك لو تبي الهايبرد فرح يكون عندك 350 الهايبرد اللي ما رح يكون بلاجين اللي ما يحتاج أنك تشحنه فهذا رح ياخذ مكينة 2500 سيسي ورح يكون عندك محرك كهربائي في الخلف فبتكون السيارة دفع رباعي المحرك الأمامي أو البنزين أو الاي سي اي بيكون قدام الاي سي اللي هي انتين الكمبوسشن انجين أو المحرك ذو الاحتراق الداخلي بينما في الخلف بيكون عن طريق المحرك الكهربائي فرح نشوف أن الاثنين تقريبا يعطون 243 حصان التورك بيكون تقريبا حوالي ال 400 نيوتن متر العزم لو تبغى البلاجين هايبرد اللي تشحنه فرح يأخذ نفس المحرك اللي هو 2500 سي سي ورح يكون فيه بطارية كبيرة فكل اثنين هذول أو المحركين الأمامي والمحرك الخلفي رح ترطي تقريبا 309 حصان والعزم تقريبا 400 نيوتن متر العزم محركات الهايبرد كلها مربوطة مع غير إلكتروني سي في تي تسارع المحركات هذه 350 أو 350 للي متعودين عن الاسم هذا اللي من الستة سيلندر رح نشوف أنها أسرع بشي بسيط من الجيل السابق فرح تأخذها تقريبا من الصفر إلى المئة في أقل من السبع ثواني أو حوالي السبع ثواني بينما 250 فرح يأخذها حوالي الثمان ثواني وشي طبعا تعتمد إذا كان دفع أمامي أو تأخذ الدفع الرباعي البلغن هايبرد المحرك الكهربائي اللي موجود في الخلف الليكسس تقول كأنك ما أخذ محرك أربع سيلندر اثنين لتر فكأنك ما أخذ محركين أمامي وخلفي وتدمج بين اثنين فرح يعطيك قوة بتكون ممتازة الليكسس تقول إن إذا كان عندك شاحن في البيت 240 فولت اللي هو 6.6 أو 6.6 كيلوات رح تقدر تشحن البطارية بالكامل في تقريبا ساعتين ونص لكن لو عندك شاحن عادي اللي هو 3.3 كيلوات رح تأخذ أربع ساعات ونص وتسرحها بيكون جدا ممتاز يعني 6.2 6.1 ثواني الأداء اللي فيه بيكون سريع وقوي عشان كذا مسمينا ال450 ومثل ما قلت من شوي التكنولوجيا اللي بتكون فيه جيب الليكسس أو الكروس أوفر الجديد من الليكسس التكنولوجيا اللي فيه تتكلم مع بعض السيارة رح تبدأ تتعلم على وضعية قيادتك للسيارة ومشاويرك اليومية وتحاول أنها تبرمج نفسها عن طريق الجي بي اس والأقمار الصناعية والشاشة اللي موجودة عندك وتبدأ تشوف ما تتمسك بريك ما تتوقف ما تتدوس ما تتثبت سرعة ما تتنتظر مثلا ثواني بسيطة وين توقف وين دوامك وين شغلك كل الأمور هذه تبدأ تتبرمج في السيارة وتحاول وانت ما تدري تبدأ تدرس تقول كيف أن نوفر في الطاقة فبتلقاها في بعض الأحيان قبل ما تتوقف رح تبدأ تفصل المحرك البنزين وتبدأ تشحن البطاريات اللي موجودة في السيارة لأنها عارف أنك بعد مثلا أمتار معينة رح تتوقف ممكن تنزل الأطفال في المدرسة ممكن أنك قربت من الدوام فرح تعرف تقول خلاص ما يحتاج المحرك التقليدي خلنا نبدأ نشحن البطاريات فرح تشتغل يمكن بعد فترة شهر شهرين وتكون قيادتك متكررة بشكل يومي يمكن تشوف السيارة هذه بدأت تتوفر في استخدامها أو استهلاكها للبنزين شي جميل خصوصا للناس اللي عندهم البنزين بيكون غالي بنفس الوقت السيارة صارت تعتمد على ال Voice Commands أو أنك تأمر السيارة بصوتك رح يكون فيها أكثر من مايكروفون ورح تبدأ تسمع الركاب اللي موجودين في السيارة سواء تبي تشغل شغلة أو تبي تطفيها أو تبي تتعدل في التكييف أو تبي تطلب أنها تودك مشوار معين أو تبي تستفسر عن شيء بما أن عندك التكنولوجيا بتكون مربوطة في الانترنت طبعا المابس أو الخرائط اللي بتكون موجودة في السيارة بتكون محدثة أونلاين ولو حست السيارة هذه أنك بتروح في بعض الأحيان في مناطق ما يكون فيها إرسال جيد فرح تبدأ تجهز نفسها تسوي داونلود وتنزل الخريطة قبل ما توصل لمنطق هذه اللي ما يكون فيها إرسال فمثل ما قلت من شوي السيارة قاعد تتعلم من حركاتك معها كل يوم حتى بروفايلك لما تفتح السيارة هذه وتخزن بروفايلك باسمك الشيء هذا رح تخزن في الكلاود أو في السحابة الافتراضية بحيث أنك بعدين لو تجي سويت ريسيت في السيارة أو شيء تقدر تنزل مثلا من الكلاود وأمورك تكون تمام ما تحسن السيارة غريبة عليك الشغلة هذه كنت أتكلم فيها من أكثر من عشر سنوات وكان السيارات الأوروبية كانت متقدمة جدا فبعض الأشخاص كان يقول والله أنا سيارتي لما وديتها الوكالة وسولها صيانة ورجعت حسيتها متغيرة علي لأن في ذلك الفترة أو في بدايات في التسعينات في بداية التكنولوجيا كانت السيارات الألمانية بالتحديد كانت تخزن المعلومات قياتك أنت عنيف أنت هادي أنت سواقتك راكدة تبدأ تتبرمج السيارة على سواقتك وتخزنها في المفتاح لما أنت تأخذ المفتاح وتسلم واحد في الوكالة فهم رح يجربون السيارة سواقتهم بتكون مختلفة عنك يمكن يسقونها مثلا 20-30 كيو فالسيارة هنا رح تتخربط تقول مو بهذا الشخص اللي دائما يقودني كل يوم فتبدأ تتغير البرمجة حقتها أو ممكن سووا الهريسيت وهذه مشكلة ثانية وأنت معطيهم المفتاح حقك لذلك كنت من زمان من التسعينات وأنا قاعد أقول إذا تبغى تودّي سيارتك الوكالة حاول تعطيهم المفتاح الاسبير أو المفتاح الاحتياطي وخل مفتاحك هذا لأن مفتاحك هذا هو قيادتك السيارة عارفة شلون تعرفك السيارة عن طريق المفتاح هذا فخل مفتاحك دائم معاك والمفتاح الاحتياطي عطه الوكيل يسوونه ليبغون بحيث مجرد أنك ما تركب في السيارة وتشغلها مفتاحك أو الريموت سواء كان مفتاح تقليدي أو الريموت فما تتغير عليك الوضعيات لكن بالطريقة هذه أنت لو خزنت البروفايل هذا في الكلاود فما عندك أي مشكلة لو حسيت السيارة صار أسلوبها غريب معك تقدر تدخل وتقول download للبروفايل الحقي اللي موجود في الكلاود أو في السحابة الافتراضية وين وصلنا أن السيارة قاعد تتماشى على مزاجك من الشغلات المهمة أكيد لنا كلنا وأكيد أنك تدفع فلوسك في سيارة فخمة وعلامة ليكسس فتتوقع أنه بيكون فيها وسائل سلامة ومساعدة سائق ومانعات الاستدام بشكل كبير فرح نشوف في السيارة هذه أضافه لها الجيل الجديد اللي هو الجيل الثالث بلس وفي حزمة كبيرة جدا يعني رح يطول الوقت ونتكلم عنها يعني مثلا الاميرجنسي بريكنج صار موجود على السيارة هذه لو بتلف في سار وشافت أنه فيه سيارة من الجهة المقابلة وانت ما تمنتبه يمكن عندك الأيبيلر كان بغطي مثلا أحد يمشي أو قاري أو سيكل أو سيارة جاية فالسيارة رح تمسك بريك لو تبي تلف في مين ويسار وفيه أشخاص في النقاط العامية عندك أو فيه الأيبيلر اللي هي اللي قدام اللي غالبا ما ننتبه إذا كان فيه وراء أحد وفيه شخص يمشي أو لا سمح الله حيوان أو أي شي انت ما شفتها بس السيارة شافتها رح تمسك بريك الأنظمة اللي تحس لو فيه سيارة جاية بتصدم فيك رح تبدأ تشد الأحزمة وتجهز السيارة وتنبهك أن فيه سيارة ممكن إتصدم فيك الأدابت أو الرادار المتكيف موجود على السيارة اللي تقرأ السرعات أو اللي تقرأ التنبيهات اللي موجودة في الطريق مثلا السرعة المحددة أو مثلا التقاطع رح تكون موجودة على السيارة لو حست السيارة أنك فقط تسيطر عليها رح تبدأ تجهز نفسها لا سمح الله في حالة الحادث المساعدة على الثبات من المسار أو الخروج من المسار أو تشغيل النور العالي والواطي إلكتروني بدون ما تدخل وغيرها من الكثير طبعا زي مثلا الكاميرا الخلفية اللي بتكون في المراهنة في الوسط الكاميرات 360 درجة كثير من التكنولوجيا اللي ما كانت تجي في الـ NX الآن صارت موجودة فلما تروح الوكيل وتشتري NX تلقى سعرها صار أغلى لكن مستوى السيارة صار أعلى أبواب السيارة اللي صارت كهربائية ويمكن تحبها أو ما تحبها لكن هذا الشيء في وسائل سلامة وأمان لو في سيارة بتمر وجيت تفتح الباب السنسر رح يحس أنه في سيارة رح يمنعك أنك تفتح الباب ورح ينبهك وعلشان أبين لك إلى أي درجة السيارة صارت يعني متطورة جدا صار عندك وضعيات المزاج داخل السيارة وضعيات المزاج اللي هي تغيير لك الإضاءة المحيطية اللي يكون عندك تقريبا 64 لون تختار اللون اللي ناسبك أنت والله متحمس رح تختار الوضعية اللي تخليك متحمس ورح تغير لك الألوان اللي داخل السيارة وتعطيك قيادة ممتعة وتشغلك بعض الميوزك اللي داخل السيارة اللي يخليك متحمس لو أنك والله ريلاكس وتبغى تروق بتشغلك إضاءة مثلا تكون هادية ورائقة بتشغلك مثلا ميوزك يكون هادي ورائق وأكيد بتكون قيادتك رائك دو هادية ومثل ما تتوقع أكيد بيكون عندك خيار أنك تاخذ الكراسي الأمامية تهوئة وتسخين حتى اللي في الخلف يقدرون أنه ياخذون كراسي تسخين ولأول مرة في الانيكس ويا كثر اللي أول مرة اليوم اللي تكلمني فيها على الانيكس راح تشوف أنه عندك سقف البانوراما اللي كان مفقود في الجيل الأول اللي يحسسك برحابة السيارة وبيكون عندك حزمة ألوان جميلة جدا وفيه الأف سبورت للأشخاص اللي يقول أنا أبغى القيادة الرياضية أبي أحس بالأداء الرياضي بالممتع راح تاخذ نظام التعليق المتكيف أو الرياضي اللي بحيث أنه يعطيك الأداء الرياضي إذا تبغى تكون قاسية أو تكون مريحة نفس الشي راح تكون مقدمة السيارة وجوانب السيارة والخلفية راح تكون مختلفة راح يكون الدعمية الأمامية والصدام مختلف اللي في الخلف مختلف الشبكة الأمامية مختلف راح تشوف شغلات كثير جاية باللون الأسود حتى الرنقات بتكون عشرين وبتكون أسود والسلة اللي فوق أسود يعني مثل ما تعرفون في سيارات الليكسس واللي يعرف في فئة الاف سبورت اللي تعطيك الإيحاء الرياضي والأداء الرياضي يعني نقدر نقول الليكسس طلعت سيارة جديدة تقريبا مية في المية فخامة لا متناهية تكنولوجيا متطورة جدا خيارات كثير محركات متنوعة تبغى الاقتصادي تبغى الهايبرد تبغى البلاغين هايبرد تبغى تيربو تبغى بدون تيربو كل الأمور هذه صارت متوفرة عندك وأنا أحترم الشركة اللي تعطي العميل أكثر من خيارات وتكون قدر خيارات هذه ومن اللي ما يعرف الليكسس وخدمات ما بعد البيع واللي شافوا حلقات كثير اللي استضفت فيها الليكسس وزرت في واحدة من الحلقات الوكيل وشفنا اللونج الموجود والحركات اللي يمكن ما هي موجودة في بعض الشركات اللي صار لها يمكن أكثر من مئة سنة بينما الليكسس وفرتها فقد تاخذ حلقة اليوم في بالك وتمر أقرب وكيل وتتفاجأ باللونج اللي بيكون موجود وتتفاجأ بالعروض اللي ممكن تكون موجودة عندهم وإذا أنك حبيت أنك تستشير إذا السيارة هذه أو السيارة الثانية تناسبك فأنا بكم موجود وبالعكس أبرك ساعة سعيد أني أخدم الجميع أتمنى أنكم استمتعتوا معاي في حلقة اليوم من غربان في رمضان ونشوفكم إن شاء الله غدا في حلقة جديدة وفمان الله